السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد روتيني كنتمنى يا ربي هاد الفيديو يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسوش تديروا لايك وتابنوا معي فلاشين ديالي باش يبصلكم الجديد كيف ما كتشوفوا من بعد مجمعة الدار وقديتها جيت كندير الغضاء هنا يا اليوم ان شاء الله درت السردين يعني كفتاء ديال السردين النص درتها كفتاجين مع البصلة وماطيشة ونص كذلك غادي نقليه هنا يا بنسبة الكفتاء ديال السردين راك نشرملها ديرا فيها الربيع والتومة والبصلة وديرا الكامون والتحمير وشوية ديال الخرقوم وشوية ديال البزار وزيت العود هنا يا نص إن شاء الله غادي نقليه ونصدرته في الطاجين صراحة هاد السردين اولا هاد الكفتة ديال السردين اللي كتجيها كمقلية كتجي بنينة بنينة بزف هنا من بعد ما كتكون القلية سخونة يعني كنديرو الزيت تكون سخونة وكنبدو نقليه في الكفتة هنا يا بنسبة الكويرات ديال الكفتة ممكن تمرمدوهم هكا في الطحين أو لا تخليهم هكا اللي يبغيتو أنا غادي ندير قاعد شي لأنه زيت كتيرا غادي نقلي قاعد الكفتة اللي عندي وكنقلبوا يعني أي حاجة طيبة كنحيدوها هنا كيفما كتشوفوا البصلة راها كترتها يعني لأن الصراحة الكفتة في الكفتة عفوان البصلة في الكفتة ديال السبتين كتجي رائعة يعني كتخلي الكفتة تجي رطبة ديك اللبصلة هكتخلي الكفتة تجي رطبة وكتجي أزوينة وما كتجيش نشفة صافي غادي نحيد الكفتة اللي عندي طاجين راني طفيت عليه غادي نشي نوجد هكا يا شلدة غادي ندير غير شي حاجة قليلة يعني ماديش نكتر شلدة هنا يدير تماطيشة مع الفلفل اللي مشوية وكنزيد دباية البصلة كيما كلكم كان دير غير يعني يدير تغير شي حاجة قليلة لأنه عندي الطاجين وكذلك الكفتة هكا مقليا وغادي ندير شوية ديال القصبور الصراحة القصبور كي يجي رائع في شلدة من بعد ما نوجد لشي ان شاء الله هدي نقدم لكم الطبلة ديال الغضاء وهدي هي الطبلة ديال الغضاء طاجين هكا بكورة ديال السردين والحر يعني ضروري الحر مع السردين تمنا تعجبكم يا ربي هنا من بعد ما تغدينا غسلت الماء يعني رتحيت شوية كان نطك غادي ندير شوية ديال البغرير يعني فكرتاش غادي ندير الصراحة أسهل حاجة هو بغرير هنا بنسبة البغرير يعني راني حطيته في القناة ديال القمح وسهل يعني ضغية كيوجد نرى ديرت الطحين مع الخميرة أنا الصراحة هنا يا مكان عبرش يعني كان دير القياس وكان نطحنه نبيتو تديره في الخلاط الكهربائي ممكن يعني غير ضروري تطحنه مزيان ومن بعد غادي ندير ديال الخمرة حمرة وغادي نعود نطحنه مزيان ولا يتخلط مزيان ومن بعد كندير ديال الملحة باش هكي ان شاء الله نبدأ نطيب فيه أول مرة غادي نجرب هاد المقلة يعني في بغرير قلت يعني هاد المقلة ما كتلسقش أجي ندير فيها بغرير والحمد لله يعني استقلية رائع لأنه عندي مقلة صغيرة وليوم أدرت بغرير كبير كيف ما كتشوفو رائع غادي نستمر هكي يعني تنطيب بغرير اللي عندي وخليتكم باش شوفو كيف الجاكي يجي رائع يعني صراحة وهنا يا في نفس الوقت يعني عمرت أتي ديرا ما باش نعمر أتي وبنسبة لها تبغرير ما كنخليه شي خمر يعني ضغياء غير كنخلطو كنبدو نطيب فيه وهنا يا غادي نكوب كويز دي الأتاي المشحر وكذلك غادي نهزك بغريره واحدة نسقيها وسمحوا لي بزاف إلى شهيتكم غادي ندير يعني شوي دي اللاسل وهدي ندير شوي دي الزيت البلدية أو الزيت العود صراحة أنا لبغريرت يعجبني كيكون مسقي تيكون زوين وهد المقلاء سبحان الله يعني حمرته من التحت واحد لما دق بحليك خيبة كدير من التحت وكما كنتشوفو كيجي متقه بالتمل التحت كيجي رائع كنتمنى فعلا إلى باقي ما جربتو عش تجربوه هادي نجيب الموس هكا باش نقطعوه هنا يا غادي نخلكم يعني ندير هكا القوتي ومن بعد إن شاء الله غادي نجمع المماينات صراحة المماينات ماشي ما كتر يعني مشي حاجة كثيرة يعني قلال صراحة وهنايا من بعد يعني ما هادرت لقوتي كان نغسل ذلك المماينات يعني شي حاجة قليلة كيما كتشوفو من بعد ما كان نغسل المماينات غادي ناخد التليفون نمشي نشوف الدنيا شنو فيها يعني كنشوف هكا القانوات شنو حطوه شنو هو الجديد كذلك تندخل هكا الفيسبوك كان نرد على التعاليق اللي كتفرحني بثاف كان شكركم بثاف على التعاليق الرائع ديلكم هنا يا من بعد ما كملت يعني المماينات كان هز التليفون كان ندخل القاناة وصفات غزلان غزلان كانشوف شنو حطات يعني ما شاء الله على قانتها رائعة يعني كتحط روتينات كتشجعنا كتدير فينا الحماس ما شاء الله عليها وكذلك عندها وصفات هائلة كان دخل كويزين شريفة أو شريفة كويزين تهي عندها وصفة روعة ما شاء الله عليها وكتدلينا حويجات يعني ساهلين ورائعين وراقيين في نفس الوقت كذلك كان دخل القاناة عالم فاتي كانشوف شنو حطة الجديد تهي كيعجبوني الفيديو ديالها ما شاء الله عليها اللي يعطيها الصحة يعني عندها أفكار هائلة وتحيتي الأخوات كاملين اللي مذكرتش الاسم ديالها تسمح لي يعني إن شاء الله مرة أخرى كذلك عالم أم إسراء تهي عندها فيديوات ما شاء الله عليها وصفات هائلة وناجحين يعني الصراحة الأخوات اللي كيقدموا لنا يعني فيديوات روتينات وصفات يعني كيستحقوا تجيع لأن الصراحة الواحد كيضربتها مرة بشي قد الفيديو كذلك تنحيي الأخت شهوة وفائح متع للتعاليق ديالها الرائعين لصراحة هاد الإنسانة كتشجعني يعني ديما كتحطي التعاليق رائعة تحياتي لك أختيها وفاء والله يوفقك يا ربي والله يوفق الأخوات كاملين كينا وصفت أم أيمن تهيى ما شاء الله عليها وعلى شهوتها كنتمنى قاعد القنوات اللي تكرت تخلوا لهم وتشجعوهم وتشتركوا فيهم لأن الصراحة قنواتهم رائعين وقاعد الأخوات تحياتي لهم كاملين وكنتمنى للناس اللي تديروا ديس لايك يقولوا لي يعني أشنو اللي ما تعجبهمش في الفيديو بحة النسzo تديروا لايك يعني تقولوا لي ما يعجبونك في الفيديو من بعد كان أخذ يعني من بعد ما كان نكمل هكا كان أحب دقيق ديال العدس كان نخلطه مع الماء بارد وكان ديرو في الكوكوت اللي الكوكوت بطبيعة الحال كان دير فيها الماء كان خلي الماء حتى طيطيب ومن بعد كان زيت في deficit الخالط ديال العدس مع الماء اللي كان خلطهم مزيان وكنزيد زيت البلدية كذلك ندير شوية دي الملحة وشوية دي الغزار وشوية دي الكامون هاد الشربة هادي معروفة في الزلال يعني كنديروها بزاف هكا الحريرة دي الطحين دي اللادس لان الصراحة زوينة في هاد الجو اللي تيكون برد كتكون رائعة يعني غادي ناخدوا حد المغرفة وغادي نخلط هاد الخالط مزيان وغادي نخليها الطيب تقريبا واحد ساعة تلسا على رب وما تغطوهاش بشكا ما تفيتش لكم من الاحسن انكم توقفوا حدوها ومرة مرة تخلطوها وكنتمنى الفيديو دي اللي يومي أعجبكم هناك كيفما كتشوفوا الحريرة من بعد ما وجدت كندير هكا في الزليفة نخليها تبرد شوية ونقدمها بصحة والراحة كنتمنى يا ربي الفيديو دي اللي يومي أعجبكم وإلا أعجبكم ما تنسوش تديروا لايك وتأبنوا معي فلاشين ديالي باش يوصلكم من جديد إلى اللقاء وإلا ترجمة نانسي قنقر